في الجزء ده هنتكلم على ال RESULTS OF FORWARD TYPING يعني لو خينا ناخد العينة رقم واحد تقول لي ال RESULT بتاعتها تشايف ACTIFINATION مع ال ANTI A وما فيش مع ال ANTI B ومع ال ANTI H فيه ACTIFINATION يعني عنده H عنده A ANTI 2 وعنده H ANTI يبال فصيلة بتاعته A طيب الحالة رقم اثنين مع ال ANTI B إده مع ال ANTI H يبال فصيلة B الحالة رقم تلاتة إده مع ال ANTI A ومع ال ANTI B ومع ال ANTI H يبال فصيلة A-B الحالة رقم أربعة مداش مع ال ANTI A ومداش مع ال ANTI B يبال من العين أنتج همكن ما عندهش A Antigen ما عندهش B Antigen ولكن عنده H Antigen يبقى فصلته O الحالة الأخيرة رقم خمسة مدهش مع الانتي A مدهش مع الانتي B مدهش مع الانتي H يبقى هو ما عندهش A Antigen ولا B Antigen ولا H Antigen إيه هي الفصيلة اللي ما عندهش Antigens خالص Open B